نحو سبع سنين من القتل والتدمير والخراب تسبب بها انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية في اليمن سبع سنين من نهب مقدرات الشعب اليمني على أيدي ثلة من المسلحين الذين تنكروا لوطنهم وباتوا أدوات تتحرق وفق الأجندة الإيرانية للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط وزير الإعلام اليمني في الحكومة الشرعية معمر الإيراني يؤكد أن التقديرات تشير إلى أن مئات الملايين من الدولارات نهبتها ميليشيا الحوثي العام الماضي فقط من خلال تجارتها في المشتقات النفطية في السوق السوداء والمتاجرة بالغاز والكهرباء والمضاربة بالعملة الأجنبية ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي وغيرها من الجبايات غير القانونية بهدف تمويل عملياتها العسكرية التي أوصلت اليمنيين إلى حافة المجاعة الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب الحوثي في اليمن كانت كافية لدفع رواتب موظف الدولة في مناطق سيطرة الميليشيا بانتظام طيلة السنوات الست الماضية لولا أن قيادات الميليشيا نهبتها ووجهتها إلى حساباتها الخاصة لتمويل قتل اليمنيين وللإضرار بأمن دول الجوار وتهديد مصالحها الوطنية بحسب وزير الإعلام اليمني الحوثيون إذن ينتهجون سياسات تجويع وإفقار ممنهج تهدف إلى إذلال اليمنيين وإخضاعهم وإيجاد كارثة إنسانية للمتاجرة والمزايدة بها بينما المجتمع الدولي لا يزال يبحث سبل إقناعهم بالجلوس إلى طاولة التفاوض آملا أن يفضي ذلك إلى حل للصراع الأمر الذي يراه محللون عبثا لن يؤدي إلى نتائج تذكر وأن الأمر يحتاج إلى مقاربة دولية جديدة تستند إلى الضغط على الحوثيين للقبول بوقف الحرب والبدء فورا في مسار سياسي ينهي الصراع ويعيد الأمل إلى نفوس اليمنيين